خلوني أروح للمخرجة هالة خليل خد بالك مخرجة معروفة متميزة اسم من دهب في مجال الإخراج إلا أنه هالة خليل تقرر أن تخوض تجربة التأليف وتعمل أحلام سعيدة ده بقى الجديد اللي بجد مش هزار هالة أهلا بيك أهلا بيك إزايك عاملة إيه كله تمام؟ الحمد لله طيب ده كرير شفت ولا تجربة؟ لا أنا بكتب أفلامي كويس أنا أصلا بكتب أفلامي بتكتبي أفلامك أه لكن ما بتكتبيش إخراج حد تاني بالضبط كده بالضبط وكمان دراما تلفزيونية برضو أول مرة و30 حلقة برضو أول مرة اشمعنا بقى؟ إيه اللي حصل؟ والله هو اللي حصل إنه المشروع كان تأليف وإخراج ماشي وبعدين أنا لقيت الوقت مش هيتمح يعني كنت عايزة أبدل كتابة حقها فلاقيت إنه مستحيل يعني يا إما اختاري الكتابة يا إما اختاري الإخراج الموضوع أنا من الأول كنت كتباء يعني كنت كتباء كفيلم حلو وخررنا إنه إحنا نحوله المثالسة فكان يا إما أسيب الكتابة وإحد يتولى الكتابة وأخرج أو العكس فأنا اخترت الكتابة الحقيقة ماشي أو يعني مين كان صاحب قرار أو فكرة إنه عمرى عرفة يبقى المخرج؟ يعني تقدر تقول بقى ما حصل تفكير بعد ما أنا اعتذرت عن الإخراج بسهد بقى يبقى فيه تفكير جماعي بقى أيو من المنتج ويسرى وونا يعني إنه مين فلان 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 لحد ما الحمد لله يعني الحمد لله تم الاستقرار على الأستاذ عمرى عرفة حلو جدا أنا مش أقدر أفوت إنه ده كان هيبقى فيلم ليه غيرناه من فيلم لمسلسل؟ والله هي مشكلتي أنا البائمة من أول ما بصديت أشتغل إن أنا موضوعاتي كلها ما قدرش أقول عليها موضوعات نسائية ما هيش موضوعات نسائية بتناوج قضايا نسائية بس بطلاتي نسائك وده سببه برضو التأليف لأنه أنا الأفكار اللي بتجيلي بتبقى أنا حاجة متأثرة بيها حاجة من تجاربتي الشخصية يعني بتبقى حاجة مرتبطة بيها بشكل ما يعني الثلاث أفلام اللي في عمله كانوا طالعين من تجارب الشخصية فبالطبيعة الرايتر بيبقى لما بيبقى دال يعني دال توجه بتاعه في الكتابة بيبقى جالبا بشخصا نفسه كده في العمل يعني فبتطلع البطولة النسائية فدائما أنا يعني حتى يعني أنا عندي كتير وكتبات كتير لأني بكتب كتير لكن إنتاج يقول لي لأنه إنتاج البطولة النسائية ضعيف دائما عندي مشكلة أن ألاقي منذ بالحيط وكان هذا العمل برضو من الأعمال والأخرى اللي عندي وعندي أعمال ثانية يعني بطولات نسائية ما بعرفش أجيب إنتاج بسهولة فالدرامة التلفزيونية فتحت المجال بصراحة أكثر من السينما لأنه ما فيهاش بقى مسألة الشباك اللي بيخسوا منها المنتجين فبقت مساحة أن أنت تعمل أعمال البطولات نسائية وبرضي برجا أقول مش بالضرورة موضوعات نسائية يعني أحلى الأوقات مش موضوع بيقضي بنائش قضايا نسائية مثلا ولا قص ولزق ولا نوارة يعني دي نظرة امرأة لحالة ما لمجتمع القضية ما للمجتمع بالضبط فهي أعمالي بكلها كده يعني مش أنا معنية بأنه يعني وعنديش مانعة طبعا بس أقصد مش هو ده سميم يعني أنا حاجة بتحرقني في علاقتي بالدنيا بالمجتمع بالناس بالفكر بأي حاجة بتطلع حدوثة يعني فتتحول السيناريو سيناريو ده سواء بطلته واحدة سلت ببعرفش ألاقي له أنتك بس لا أتمنى على الإطلاق أنه ده قد يؤدي إلى أنه هالة خليل تبعد عن السينما وتركز مع التلفزيون لا والله عندي فيلم مع الأستاذ جمالي العزل برضي واسمه ليلة الحنة بعد إحنا مستنين المسلسل يعني يعني خلاص حسلم آخر حلقة بالمسلسل لو بطدي أعمل ري رايتنج للسيناريو ومشروبه رايتنج يعني وإحنا مستفقين عليه من الأول وإن شاء الله ندخله بعد اللاية وقفين قدام شباك التذاكر إحنا من دلوقتي خلاص إحنا كده ضمنين علامة الجودة أشكرك جدا يا هالة أشكرك جدا 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 عن المسلسل وأشكرك جدا على أنك مش هتسيب السينما ده بجد مش هزهر كل الشكر لمخرجتنا ومؤلفتنا المعروفة والكبيرة يا هالة خليل شكرا جدا لحضراتكم شكرا جدا لحضراتكم شكرا